خلينا برضو نروح دلوقتي لصالة اتنين وسالة حمد بتنضم معانا مرة اخرى ومعاها يعني افضل لاعب في المباراة ياسين محمد عبد المنعم طبعا الكلمة اليك يا سالة مشكورة جدا طبعا زمانتي مريم وبالتأكيد برحب بيك تاني وبرحب كل ديوفك الكرام وكل مشاهدهم تابعي شاشة القناة الندي الاهلي في كل مكان وزي ما انتي قلت يعني حياة معي يعني احسن لاعب في المباراة النهاردة مباراة مصر ورومانيا طبعا ياسين محمد ياسين طبعا في وداية برحب بيك على شاشة قناة الندي الاهلي وطبعا عايزة باركلك النهاردة على الفوز وبركلك كمان على جائزة احسن لاعب في المباراة النهاردة انا بسببا طبعا انا بشكرك على الكلام الجميل ده والحمد لله نهاردة كلنا عملنا ماتش كويس مش انا الواحد يفرق كلها وقتلنا كلنا لحد الاخر عشان نكسب ورجعنا بالسكور في اخر خمس زي طبعا كان عندنا غلطات من اول الماتش اللي خليت السكور قصلا يفرق ليهم بس احنا ما استسلمناش خالص لحد اخر ثانية احنا بنلعب وبنقاتل عشان خاطر ان احنا بس نرجع للسكور الحمد لله قدرنا نعمل كده وهنشتغل اكتر ونشوف غلطاتنا ونصلح عشان ماتش المجر اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله طبعا يا ياسين شفنا المباراة زي ما انت قلت كان فيه كامباك كبير جدا لمنتخبنا الوطني يمكن قولي طبعا بقى في التايم اوت وفي الاوقات دي كابتن طارق محروس دايما كان بيكلم معكم في ايه خلال المباراة يعني ايه التعليمات طبعا ابرز التعليمات اللي ادها لكم عشان تقدروا ترجعوا تاني للمباراة وتفوزوا في المباراة النهاردة طبعا كان اهم حاجة عند كابتن طارق في التايم اوت او قبل المطش او حتى لما نراوح انا متأكد ان احنا بس نكون مصدقين ان احنا نقدر نرجع بالسكور او نقدر ان احنا نكسب اي فرق لعبها عشان احنا مش فرق اوليلة وطبعا كان بيقولين على تعليمات على حسب الفرق اللي قدامنا كان بتعمل ايه حاجات صغيرة في الدفاع كان بتفرق دخلينا ناخد كور نجري على المفاست بريك حاجات برضو صغيرة في اللجوم بتخلينا ان احنا نلاقي الحتة ان نروح بيها على الجون وطبعا استغلينا طبعا كل الكلام اللي هو قالو في التايم اوت وقدرنا ان احنا نعمل كل ده طبعا يا سين شفنا البطولة دي من تشارك فيها منتخبنا الوطني منتخب المجر وايضا منتخب رومانيا طبعا منتخب المجر والرومانيا يعني منشوف طبعا في المباريات فنيا اداء عالي منهم منشوفه في المباريات كده بيساعد يعني كل اللاعبت المنتخب وبوردو بيساعدك وبساعد زميلك على ان انتو يعني دايما تكونوا متعودين على المواجهات الكبيرة مع المنتخبات الكبيرة طبعا البطولة دي مش بطولة صغيرة خالص واحنا عارفين كده من اول معرفنا قصة ان في فرق جاي مصر عارفين ان هي مش بطولة سهلة خالص فرق من اوروبا لفل اي جاية هتلعبنا على ارضنا وسط الجمهور بتاعنا فكان لازم ان احنا نستعد البطولة على قد ما نقدر ونعرف ان احنا فعلا مش داخلين على حاجة سهلة كنا مدين المطش حجمه وكنا في التمرين دايما بنشتغل على المطشين دول بحيس ان احنا نخش ونخدهم ان شاء الله ونكسبهم عشان دي هاي طبعا هتفرق معنا جدا زي ما قلتي الفرق جاية وعارفة ان هما يستفيدوا احنا برضو نستفاد ونستفاد ان احنا يكون فيه احتكاكات كتير اوي مع فرق اوروبا وده طبعا هيساعد لما نطلق بطولة العالم اللي جاية او اي بطولة تانية برا مصر هيساعد ان احنا الريدي فيه ناس جاية على ارضنا وملعبينهم ومحتاجين بيهم فالموضوع هيكون اسهل طبعا مع الوقت ومع التدريب وكل ده طبعا ان شاء الله يوم السبت المطش مطشنا مع الماجر واخر مطش في البطولة ان شاء الله زي ياسين هستتعدوا مع كابتن طارق محروس للمباراة دي طبعا احنا لعبنا الماجر مطش ودي مبارح واعدنا بعد المطش كلنا مع بعض وتفرجنا على غلطاتنا وعرفنا احنا ناقصنا ايه وعرفنا كان ايه المفروض نعمله عشان المطش كان احنا نقدر ان احنا نكسبه اكتر ونقدر ان احنا فيه غلطات ما نعملهاش فطبعا كل واحد عارف ان برح غلطات وبعد المطش على طول عشان مش هنستنى ولسه برضو معنا بكرة كمان هنحضر كويس جدا لمطش الماجر طبعا ماجر فرقة كويسة جدا مبارح المطش كان مطش حلو وفرقة تدفعها كويس جدا وهجومها برضو نفس الكلام فإحنا بنحضر الماتش إن شاء الله من أول من روح وناخد الراحة بتاعتنا هنبتدي نحضر الماتش تاني عشان برضو ماتش المجر اللي جاي ماتش مهم إنا هنكسبه عشان على أرضنا برضو بسي جدا ياسين طبعا وببارك لك تاني النهاردة على الاتنين على فوز المنتخب النهاردة وكبال على جهزة أحسن لعب في المباراة وببارك لك تاني ياسين وبالتوفيق إن شاء الله المباراة القادمة شكرا كذا طبعا يا مريم كان لقاءنا مع ياسين محمد أحسن نلاعب في المباراة وطبعا من النجوم المنتخب النهاردة في المباراة والآن لعودنا مرورة للستوديو طبعا يكلمة لك يا مريم تفضلي شكرا لك جدا زملتنا سالة حمد على هذه التغطية وعلى هذه اللقاءات